يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء اليوم وذلك وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية الذي أشار فيه إلى أن اللقاء سيكون مغلقاً مما التغطية الصحفية ومن المتوقع أن يبحث جلالته مع تيلرسون آخر المسجدات على ساحة الإقليمية المتعلقة بالأزمة السورية والحرب على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر